بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل بقى مع الموديول لو انت بقى عايز تشتغل من البيتش بي نفسه وبتعمل معين عشان يتشيك على موديول معين زي ما انت شايف كده تقدر تستخدم وكينك بتستخدم القلك وانت عادي بتجيب الموديول ده موجود ولا لأ بتجيب بتاعه بتجيب بتاعه وبتجيب يعني بتاعه وبتجيب عايز بقى تجيب حاجة من جوه اي حاجة عايز تعمل من الشرط من يعني ممكن تعمل انت حاجة كده وتفتح وتقفل في موديولس معينة يعني بيساعدك كمان ان انت تعمل بلاجنس وتابند البلاجنس دي من خلال الانترفيس يعني مش محتاج كمان انت تروح تنفذ الكومنت تينيبل موديول تديسابل موديول تديليت موديول اهو تمام بتجيب بتاعه الموديول طيب نبص كده على الموديول لو انت بقى عملت موديول معين وانت مسلا عملت الطريقة فكرة معينة وعايز شاركة مع زميلك هتبص على تكرية الموديول بتاعك هتعمل الحاجة بتاعتك فيه تأكد ان انت عندك الكمبوسر دوت جيسون وهتبوش الموديول على الجيت هاب او البيت باكت او الجيت لاب يعني الى اخيرة وبعد كده هتتأكد ان انت الريبوسر بتاعتك اه يعني بتستخدم الكمبنشن اه بعد كده اه يعني يعني لازم تكون ماشية مع الكمبنشن نيم يعني وبعد كده هتلاقي ان انت هتنقل الموديول بتاعك لديريكتور بتاعك اه بشكل تلقائي ويعني لازم بيقولك ان الريبوسر بتاعتك لازم تكون النيم بتاعتها بالشكل ده نيم سبيس نيم موديول ويعني دي خطوات هتمشي عليها وبرضو بيدي مقالة تقريب تبص عليها عشان تعرف ازاي ان انت هتسطى بالموديول دي من خلال البابليك بلاتفورم او يعني الحاجات اللي هي فيها الموديول سجاهزة على طول فبالتالي انت هنا بتصاب متل موديول بتاعك في الويبسايت بعد كده انت على استباع بتفعل يعني يعني فيه امكان انك ممكن تطلع موديول معين ازا باكتج وترفعه عادي خطوات لطيفة وبسيطة وهنا بقى تدر تعمل للموديول معين او زي ما تشاهد او 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 طبعا انت تستخدم النفس اللي انت هعمل تمسيت طيب نبص بقى على الموديول ريسورسز اه الموديول ريسورسز يا جماعي يعني احنا عارفينها يعني مواردها ايه جاية منين رايح افين طبعا احنا الكلام ده كله شرحنا يعني اللي هي في سيربس بروفايدر احنا شرحنا الكلام ده كله فانا اصدرت ان اقول لك الكلام ده قبل ما نخش باي حاجة عشان تبقى عارف الحاجات دي بتعمل ايه فمش محتاجين المستقرية انت ممكن تعمل طبعا هو هنا شرحه في لكن هنا بيتكلم عن حاجات اه ان هي برضو في نفس بتاعت السيربس بروفايدر زي ما تشايف كده هنا بص اه او انت تقدر تضمن بقى طبعا بتاعتك بسفولة يعني انت ممكن بعد كده هتاخد المصار بتاعه وحتروح بحسب طبعا هو بتكلم هنا على الاصدار الخمسة وتمانية تمام وهتضمن في الاصدار الخمسة وتمانية المصار بشكل كامل للموديولز بالشكل ده بعد كده تبدأ بقى تقدر اكسز على عادي عشان انت بشارغله طيب اه هترجسرنج للموديول برضو نفس الفكرة تكارية الايفنت عادي مشكلة باللزنر بتاعه وهتروح على على طول هتحط وهتسمع الكلام ده مع اللزنر ومع انت شايف كده وامورك طيبة وكده يبقى خلصنا دورتنا اللطيفة طبعا انا الكلام ده بشرحه لناس المفقود ان هي فاهم الارغة بالفريمورك يعني انا مش حديك بقى مثال تروحت ازاي تعمل جدول وتضيف داتا وتروح تجيبها برا يعني كل ده خلاص احنا عارفينه وازاي تعمل بقى للبليد فايل وكل الكلام لأ انا بعرفك ان انت بتورجنيز كل شيء اه هنا في الموديولز فبالتالي بقى لو تلاحظ نبص كده على الاستفادة هتلاقي ان انت هنا عندك بلوج موديول ويوزرز شايف مجرد ما تفتح بلوج انت عارف ان انت هتروح في اي حتة هنا تابعة للبلوج بسهولة مش لسه تفتح الاب بعد كده بص على الكنترولر وتدور في الكنترولر في الليست الطويل قوي دي زي كده مسلا انا هو واحد انت عايزه وممكن يكون عندك توكنترولر بنفس النين بس مختلفين في الحروف آآ معينة وتلاقي نفسك تفتحت الكنترولر مختلف وتلاقي نفسك بهدلت الدنيا وانت عدلت بالغلط وتلاقي نفسك تلخبطت وتلخفنت وتلاقي نفسك عملت تصرف في وقت كبير وتلاقي نفسك حاجات كتيرة كده مش لطيفة بتحصل معاك لكن هنا انت بتورجنيز بتخليك تورجنيز كل شيء وبتخليك تقدر ترتب امورك بشكل اعمق واوسع وتعمل اللي انت عايزه وكأنك بتعمله على لكن في مجلد خاص دي بكل اختصار يا جماعة عشان ده هو مش علم كبير ده الموضوع بسيط هو الموضوع ان انت بتورجنيز كل حاجة لوحدها وتقدر تموف وتاد وتادت موديل بسهولة يعني انت بتفكر مع نفسك يا رب وانا بعمل لو فرضنا ان انا عايز موديول معينة من موديول سلو انا عمال مفرق الكنترولر هنا والفيوس هنا والراوتس هنا هاعد لم الملفات دي حتة حتة كده زي اللي كانتك مسلا عندك ازاز متكسر فبتلمه من الارض حتة حتة واخد بالك انا بديك مساء لكن انا اللي بتكلم فيه هنا بقى ان احنا عندنا البلوج على طول هاخد ده كده كت وهروح او كوبي وهروح ارمي في اي تاني خلاص كده انا هسماعه واللهم ان انا ممكن اعمل شوية منتع داتابيز او على الموديلز بتاعتي او على الكنترولر بحيس ان ات هتناسب معايا بس في اه اه البروجيكت اللي انا هموف في اه الموديول ده لانك برضو حتى لو خدت السنجل فايلز اللي هتلاقيها لانك سواء ان كان كنترولر او موديل او فيوس او 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 راوتنج برضو هتعمل اه هتميك سام اه انهانسمنت على الحاجات دي وهتروح برضو تلزهب نفس الطريقة لكن هنا بقى انت على طول بتاخد الموديول حتة واحدة وتحطه هناك وتتعامل وترتب امورك بقاش عندك في صعوبة في حاجة طبعا في بعض الناس عارفة اللي انا بقوله ده لكن انا بشرح الدورة دي عشان دي تمهيدا لدورة المالتتنينسي نشوفكم على خير ان شاء الله دورة المالتتنينسي اه بخلي بقى لك دورة المالتتنينسي هتتشرح بلاتش ام في سي برضو اه برضو تقدر تفهم برضو الاتش ام في سي اه اه قصدي تطبق برضو تقدر تطبق على الام في سي عادي لكن انا بتكلم ان الاتش ام في سي بقى بتبين لك ان انت عنك امورك حتى لو كان بالتنينسي اه مثل درجي ونشوفكم في الدورة اللي جاية ده كان اخر درس من الدورة نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته